بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج ويامكم سعيدة بحلول عيد مولانا علي الأكبر عليه السلام قيل أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال لعبد الله بن قصير إذا وقعت في شدة فتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وذلك عن طريق ركعتين تصليهما مثل صلاة الصبح وتهديهما لروح رسول الله صلى الله عليه وآله وهي على النحو التالي أن تغتسل غسل الطهارة وتصلي ركعتين مثل صلاة الصبح وتقرأ هذا الدعاء بعد التسليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وأرواح الأئمة الصادقين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته اللهم إن هتين ركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأثبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين ثم قال الإمام الصادق عليه السلام تسجد وتقول أربعين مرة ثم يسجد ويردد أربعين مرة هذا الدعاء يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وهو قد وضع قده الأيمن على السجدة ثم على الجهة اليسرى نفس الدعاء يقوله أربعين مرة ثم يرفع رأسه من السجود ويمد ذراعيه متضرعا بالدعاء بالقدر الذي تمتدان فيه ترفع يديك إلى الله عز وجل عاليا ويكرر الدعاء أربعين مرة يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ثم كذلك ثم اليسرى يقوم بالدعاء بها أيضا أربعين مرة وبعد الانتهاء يعني مرة ترفع يدك اليمنى إلى السماء ومرة ترفع يدك اليسرى إلى السماء وتقرأ الدعاء أربعين مرة بعد الانتهاء يأخذ محاس وشه بيده اليمنى ويبكي ويقول يا محمد يا رسول الله أشك إلى الله حاجتي وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي ثم يسجد ويقول يا الله يا الله حتى انقطاع النفس ثم يردد بعدها اللهم صل على محمد وآل محمد هنا تطلب حاجتك من الله عز وجل فيقول الإمام الصادق عليه السلام أنا أضمن له قضاء حاجته وطلب مراده من الله سبحانه وتعالى أنا الضامن أنا أقضي له حاجته مهما بلغت فجرب ولا تشك برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام